بسم الله شايفة يا برج التور انه امورك الصحية جيدة في شعور بالشباب بالصحة برد النظر عن عمرك سواء كنت كبير او صغير في منكم اللي رح يبدأ بنظام غدائي جديد لصحته وكذلك عم شوف في ناس منكم توقفوا عن ممارسة الرياضة فالورقة تدعوك للعودة لممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة انك تعمل انشطة رياضية تتسلق الجبل شغلات هيك كذلك يجب على بعضكم يا برج التور انه يغير الاطعمة المصنعة ويستغنى عن الوجبات السريعة لانها عم تضروا بصحته خطوصا بالنسبة للنساء اللي عندهم مشكل هرمونية كذلك الورقة هذه هي مؤشر على اخبار سارة فيما يخص صحة اذا كانش حدا يعني عم يتابع الطبيب او عم يستنى حمل او ولادة فهي اخبار سارة كذلك كذلك تشير هاد الاوراق اللي طلعت لكم يا برج التور الى تعافي سريع من اصابة او مرض او نشاط بدني كبير فيجب اتباع حمية او نظام غدائي جيد يتماشى مع جسدك اللي كي تحصل على نتائج سريعة كذلك ممكن تشير يعني احيانا لحالة الطوارئ وشيكا تحتاجوا منك الى تدخل سريع كذلك في منكم يعني اللي راح توصلوا اخبار حلوة عن حمل كان عم ينتظرها من مدة وهي اخبار يعني صارة كذلك عم شوف يا برج التور انه في منكم اللي عم بعاني من ضغوطات نفسية وتعبان هيك نفسيا من علاقة يعني علاقات سواء كانت مع الاسرة ولكن انا شايفة اكتر انك بتحب هذا يعني منفصل عنه يعني الشيء وعم تستنى اخبار سارة منه رسالة هيك شغلة هيك عاطيني الورق فان شاء الله راح يكون خير يا برج التور اما فيما يخص العمل انا عم حاول كون سريعة فيما يخص العمل يا برج التور اعم شوف شوية خداع ساير في بيئة العمل حواليك يا برج التور في بعض الزملاء يعني من حولك يحاولون نشر الاكاديبي خلف ظهرك او سرقة مشاريعك او افكارك او حتى ممكن يكون اصدقائك متورطين في اشياء وانت لا تعلم فالورق التارو بيقلك انت لازم تستخدم قدراتك على التكييف الحيلة والمرونة والذكاء الحاد لصدع نفسك في المقدمة اللعبة ايا كانت قال عندي ورقة يعني السرقة فانت يا برج التور يعني كن حذر من السرقة الورق التارو بيقلك كن حذر من السرقة او السطو والاحتيال او انك تراهن بفلوسك يعني بشغلة وباستثمار في الوقت هذا كذلك ورقة التارو بيقلك انه انت يعني شخص لائق لمهن التمريد والرعاية الفن الاستشارة يعني التشافي يعني في مجال الابداع والموضع وكذلك يحذرك من الدخول في صفقات مالية معقدة فهذا هو الوقت المناسب لتتطلع لمنصب جديد يليق بك فيجب عليك ان تكون ذكيا وان تبحث عن فرص فاذا انتهزت الفرصة وعملت بجد فستجني اكثر مما انت تعتقد يا برج الدور وفي من كون كذلك اللي عم بيدور عشغل فالتارو بيقلك في فرص جاية بطريقك فقط كن مستعدا لها هذا فيما يخص العمل الحين سوف نمر بسرعة الى الاسرة في منكم يعني قبل ما مر للأسرة في منكم اللي زعلان يعني في مجال العمل يعني كأنه مش راضي عن العمل كأنه مش لاقي عم شوفه يعني زعلان وكأنه مش لاقي عم بيدور ومش لاقي عمل وعم بيدعي الله كرمال يعني انه يلاقي شغل بيليق بيه شخصيا ويكون مرتاح فيه انا فيما يخص الاسرة يا برج الدور فيما يخص الاسرة يا برج الدور في من كون اللي حاسس عم شوفه حاسس بالثقة والامان في علاقاته رغم يعني انك عملت شغلات كثيرة للوصول الى هذه النقطة فمن كون اللي ام في من كون اللي هو بينتمي لأسرة عم شوفكم اشخاص رائعين كذلك في منكم اللي عندو مشاكل بالعيلي كأنه الناس اللي حواليه ما عم يفهموه في اللي عم شوفه حاسس بالوحدة وعم يحاول يلاقي حل وسط للموضوع هذا كذلك عم شوف يا برج الدور في تغترة يعني حواليك وبظهرك وانت حاسس بالموضوع وشاكك ولكن عم تحاول تتجاهل الموضوع وكذلك في من كون اللي نفد صبره خلاص وكذلك في اللي عندو يعني مشاكل بالاخوة او الزو او زوجة الاخ يعني فشايفة يا برج الدور انو في عندك انتصار ورح تمسك زمام الامور كذلك في عندك امنية رح تتحقق فانت ازرب الامنية هذي يا برج الدور ان شاء الله خير ان شاء الله يتحقق الشي اللي في بالك كذلك في من كون اللي عم شوفوا انو حاسس باحساس بالفقدان من موضوع عاطف في جوات قلبه وعم يحاول يعني يبين حاله اقوى ومتزن وصامد لانه فعلا برج الدور هو يعني قوي ومتزن وحساس بنفس الوقت حتى اذا كانوا الناس يعني ما شايفين الصفة هاذي يعني وعاطفي كتير كانوا كذلك في من كون اللي واخد وقت وعم بيفكر تفكير عميق وما عم يحكي كتير يعني كيفما بتشوفه يعني بيدل قاعد لحاله كتير يعني وعم بيفكر في الطرق يعني كأنه عم بفكر طريقة النجاة أو الخروج من الموضوع هذا هو مثل يعني واخد الأمور ببساطة وهاذئ ومتوكل على الله فأنت يا برج الضور أنت طالع لك ورقة الحب ورقة في أمنيا ستار فأنت محتاج تعمل استشفاء وتتقرب من الله وأنت أصلا مرتبط بأله كثير وبالدعاء وتتوكل عليه كليا وما تخلي اليأس أنه يسيطر عليك وكمل الدعاء يعني أنه في من كون لعم يدعي الله شايفاه يعني كأنه في دعوة خاصة عنده بده إياها إن شاء الله خير يا برج الضور في اللي عنده يعني كذلك مشاكل مع الأم وكيف ما عندكم عم تشوفوا مع الأم مشادات يعني في صعوبات في التواصل مع الأم مشاكل مع الوالدة هيك شغلات والأمور رح تكون طيبة يا برج الضور الحين يا برج الضور رح نمر لما هو عاطفي لنشوف إن شاء الله خير حقيقة أنا شايفاك يا برج الضور من خلال الأوراق هذه في تعليقات إجتني أنه ما يعني أعمل هذا الصوت بالورق يعني طاقتك بشكل عام هي جميلة جداً كأنك متوازن بالمقارنة مع الفترة الماضية بالرغم من إنه عندي هون في شخص تعبان يعني الشخص هذا مر بضروب صعبة وحاسس حاله تعبان وكأنه إن جرح صار معه شي بس عم شوفوا يعني عم يشغل حاله بشغلات ممكن شغل البيت ممكن دراسة ممكن عمل وزعلان في منكم اللي زعلان من الموضوع وشايفاك إنسان حلو عم تعمل خير وبتفكر بشغلات حلوة وهذا الزعل شايفاك إنك كأنك زعلان على شي حدا فبشكل العام يا برج الضور شايفاك متوازن أكثر من الفترة الماضية كذلك شايفا منكم اللي مر بتجربة وتخطاها ولكن لسه مؤثر عليه شايفاك مهتم بشغلك ورغم إنه في جواتك زعل وغضب من الشي صار كذلك شايفاك إنسان حلو بتعمل أعمال خير في منكم اللي زعلان على علاقة فالحبيبي يا برج الضور شايفاك عم يتطلع عليك وعم بيراقبك فكأنك قاعد زعلان على شخص صار معه شي والشخص هذا انت شايفو كتوأم الروح فبالرغم من هالشي فشايفاك يعني انت متوازن أكثر كذلك في منكم اللي بيعمل استشفاء ميديتيشن بيصلي يعني كذلك في منعزل بيعمل تأمل استرخاء أشياء من هذا النوع فأنا شايفاك متوازن رغم إنه يعني ممكن تكون خرجت من علاقة بسبب أو الحبيب تركك وراح كذلك شايفاك في تواصل روحي بينك وبين الحبيب يا برج الضور أو حتى انت ممكن تكون خرجت من العلاقة هذه اكتشفت خيانة خداع أو طرف تالت فات على العلاقة أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوش كذلك شايفا منكم اللي تخلى على كل الأشخاص والأشياء التي لا يستفيدوا منها ولا تنفعوا كأنه خلاص تغيرت وأصبحت أكتر حكمة وأكتر اتزان خصوصا بعد الصراعات والتعب النفسي اللي تعرضت له يا برج الضور كأنه في منكم اللي مل يعني مليت من كل شيء حواليك وما عد بدك صراعات تصدعك تزعجك من أي نوع وصرت عايز الهدوء وراحة البال وتفكر براحزك أكتر شايفاك يعني عايز تعمل تغيير جو كأنني شايفا يعني في منكم اللي إما بسافر أو عم بفكر يسافر أو أنت فعلا سافرت كذلك في منكم اللي في علاقة ثلاثية العلاقة هذي نتج عنها مشاكل فمثل ما شفنا مثل ما شفنا في منكم اللي بعلاقة ثلاثية ونتج عنها مشاكل وانت قررت تبعد لحد ما الشخص هيدا ياخد قرار فكأني شايفاك يعني اختفيت ولكن بعدك عم تراقب يعني الحبيب وبتفكر فيه والوضع هذا كان مزعلك وبعدك كذلك يعني مزعلك يعني لسه زعلان ولكن على الأقل انت حاسس انك أكتر توازن وشايفا اللي منكم كان بيحب الحبيب كتير ومتعلق فيه كتير خصوصا انك يا برج الثور إنسان عاطفي بالرغم من انك ما بتبينش الموضوع ده وشخص طيب كتير وروحانية برج الثور كذا ممكن يكون هذا طليقك يعني زوجك او حدا كم بدك اياه يكون معك والحين انتم متباعدين عن بعض فانا الشي كأنش عم شوف يعني فيه طرف ثالث موجود معكم او بيناتكم ممكن يكون الطرف هذا ايا كان كذلك عم شوف يعني فيه طاقة الدعاء عم شوف طاقة الدعاء الى الله والتقرب منه فواضح في عندك امنية حابب انها تتحقق وهنا كيف ما شوفنا قلنا في موضوع الاسرة يا برج الثور في عندك امنية رح تتحقق وهنا طلع انه كأنه في عندك امنية حابب انها تتحقق فممكن انت تكون يعني عايز شخص معين فهناك مساعدة رح توصلك يا برج الثور رح تجيك من السماء فممكن تكون الفترة اللي فازت كنت واخد جنب وقاعد لوحدك في كذلك منكم اللي يعني ان عزلوا شوي وبيعملوا الشفاء لروحهم الداخلية هم يقرأ قرآن الى اخره فانا شايف الحبيب بعد وبيفكر فيك وبيراقبك على السوشال ميديا ومفتقدك بصراحة وفي مين كون بصراحة اللي عنده رجوع في رجوع لمن كون عنده رجوع وفي عهد زواج قلت لكم بالبداية انه طلعت عندي ورقة الزواج في مين كون اللي عنده عهد زواج ورح تكونوا سعيدين هم هم فانا بصراحة يا بوجتو شايفاك الفترة هذي في مين كون اللي عم بمر بمفترك الطرق ولكن لسه بتفكر يعني في الموضوع فشايفاك لحد اللحظة هذي طلعت من الوضع او الازمة على الاقل وحاسس بالتوازن النسبي وتركت شغلات يعني ما كانتش مناسبة لي ولكني شايفاك لازلت في طاقة الانتدار فاذا كنت بتنتظر شخص بتحبه او بتستنى ياخد قرار بخصوص علاقة ثلاثية يعني بخلوط زواج فحاليا في الفترة هذي لألكم مش شايفا قرار نهائي في الفترة هذي يعني انو الحبيب رح ياخد قرار في الموضوع هذا لانو عم بفكر فممكن يكون في شخص بيناتكم اي في طرف تالي سواء كان زوجة او الشخص هذا اللي انت معه يا برج الطور متزوج يعني او حتى اب ام والموضوع هذا مش سهل عليه عشان ياخد القرار هذا كذلك عم شوفي علاقة ولاثية ما بين برج الجوزاء وبرج الطور وبرج الجوزاء متزوج هذي الشغلة هذي واضحة عندي وبرج الجوزاء هذا لخبرك وانا متأكدة من كلامي الناس اللي عنده النقطة هذي شايفة انو برج الجوزاء بيحبك انت يا برج الطور وبدو ياك انت وبيفكر فيك انت رغم انو هو متزوج وهو ضايع يعني ومش مرتاح يعني بزواجه حبي تشير هذ النقطة هذي لانو واضحة عندي فممكن يعني ياخد هيك شي حركة يبعث رسالة وشغلة لانو مش واضح عندي بالدبط هو بيفكر يعمل هالشي فانا شايفاك يا برج الطور في الفترة هذي انت مهتم بالعمل بالروحانيات في اللي بيعمل تعديلات على نفسه يعني تقويم اسنان تنظيف تبييد ليزر يعني اشياء خاصة بالتجميل لانو هذي قراءة عامة فبتطلع لي شغلات يعني حتى كذلك في منكون اللي عم شوفوا لابس ماسك واضح عندي في منكون اللي لابس ماسك بيخدع من ناس اللي حواليه كيف يعني كأنو لابس ماسك مش حقيقي يعني في منكون اللي انسحب من العلاقة واختفى وعامل حاله مش فارقة معاه ولكن هو بيحب الحبيب ومتباعد عنه وبيراقبه عالسوشيال ميديا وبدو يرجع للحبيب ولكن الظروف مش تقويمة